مساء الخير على مقياس مصلحة الأرصاد الجوية بيضت هبة بثلوجها المشهد اللبناني وراكمت سيطرتها على يوميات مثقلة بسوادي توفير الدفء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي ومصاعب شائكة تعيق التزود بالمواد الحيوية العاصفة هبة ستملغ ضروتها في اليومين المقبلين وهي حلت خلال الليل ضيفا ثقيلا بسرعة رياحها في مختلف المناطق لتتحول إلى أمطار غزيرة وتساقط ثلوج غطت القممة والجبال وصولا إلى المناطق الساحلية أما على مقياس مصلحة الأرصاد الحكومية ترقب للدعوة المنتظرة لجلسة مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الجاري والتي ستحدد الاثنين المقبل موعدا لها في ضوء إنجاز وزارة المال مشروع الموازنة وبين العاصفة والجلسة كانت طريق وزير الزراع عباس الحاج حسن سالكة إلى سوريا لبحث العلاقات الزراعية السورية اللبنانية المشتركة وتنظيم آليات نقل البضائع الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السورية أمنياً علمت الانبئان من مصادر أمنية أنه تم كشف شبكة تهريب لمادة الكبتاجون المخدرة في الشمال وهي كانت تحضر شحنة ضخمة لتصديرها إلى الخارج أما قضائياً فتتجه الأنظار إلى المؤتمر السحفي الذي تعقده اللجنة التأسيسية لأهالي شهداء وجرحة ومتضرري انفجار مرفع بيروت غداً والذي سيتم خلاله كشف بعض المستور في هذا الملف لأول مرة عبر وسائل الأعلام والرد على التجاوزات الأخيرة بحق أولياء الدم ترجمة نانسي قنقر